السلام عليكم. هنبدأ اليوم نتكلم على امتحان الكتابة وكيفية اختبار الكتابة. هي اشياء لازم نكون عارفينها عند الكتابة. اولا اول شيء لازم نعرفه في الكتابة كيفية تكوين الجملة. تكوين الجملة بيكون الجملة في اللغة الانجليزية من سبجيكت. من سبجيكت. بعدها بيجيلي والفرب والفرب ما يكون من اكسلر 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 فرب ومن فرب او يا اما فرب فقط في حالة لو كان ماضي بسيط او مدارع اه بسيط. وبعدين اللي هو المفعول او ما يكمل الجملة احيانا الجملة ما مش شرط يكون فيها اوبجيكت. ممكن يكون فيها تكملية الجملة بحرف جر ومجر وهكذا. في اشياء لازم نضعف الاعتبار وعليها علامات. زي ما بعلم الطلاب في الصوف الصغيرة لازم تبدأ في بداية الجملة. لازم نحط لو عندي اي اسم بخصة شخص لازم نبدأ بكابتال لتر. لاسماء الاماكن المدن والاماكن المعروفة. دايما البرناون الضمير اي لازم يكون سواء في البداية او في النهاية. عندنا كمسال كل احوال بتكون كابتال لتر وهي في البداية كمان فلازم تكون كابتال لتر. ابو ضابي مدينة فبدأنا بها بكابتال لتر. واحمد اسم فحطينا طبعا ده كان بداية اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده اول شيء في فيه اشياء تانية اه بنصدرنا في 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 نهاية الجملة زي مسلا احمد فلازم احط في النهاية بس لما ينتهي المعنى المعنى اكتمل بحط ايه بحط كمز زي الجملة اللي هنا. احمد محمد اند ابراهيم ما ينفعش اقول احمد اند محمد اند ابراهيم بحط اند بس قبل اخر اسمه واخر شيء لما ما بينه باقي الاسماء بحط كمز لازم طبعا الشباب اللي خطوهم بيكون يعني بيرزق كلامه بعض لازم اصيب لازم مسافة ما بين كل كلمة وكلمة مسافة اصبع زي ما احنا شايفين كده هنا ما فيش مسافات طبعا ده بيطعب المعلم اللي بيصح على الامتهان فبيكون غلط لازم مسافة ما بين كل كلمة وكلمة الزمن الزمن الخاص باوقات الخاصة باكتابة لازم اراعي لو انا بتكلم على شيء في الماضي لو هو طلب مني ان انا اكتب عن مثلا رحلة في الماضي فانا هستخدم زمن الماضي البسيط لو بيطلب مني الكلام عن الشيء هيحدث في المستقبل فانا هستخدم المستقبل البسيط اللي هو اول والمصدر لو بتكلم على الشيء في الحاضر فبستخدم او او احنا بتستخدم اه عندما بتكلم عن الشيء حدث بالفعل وانتهى في الماضي وبستخدم فيه كلمات last year وlast week and yesterday ليه اشياء خاصة بصيغة الماضي ممكن كمان اجوه للأفعال المنتظمة بنضيف للفعل يا اما ايدي يا اما دي they talk talked walk walked play played visit visited في افعال غير منتظمة ودي لازم احفظها ملهاش قاعدة they see saw go went eat eat drive drove يبقى اول زمن معنا لهو زمن الماضي زمن الماضي البسيط اللي لو شيء حالس في الماضي وانتهى تمام في الماضي عندنا بعض الامثلة لل past temple بالتنس خلينا نقرأ الامثلة لل regular verbs اقرأي يما he and he talking to the teacher last week i walked to school yesterday they played football at the park last night we visited my 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 grandparents last weekend يبقى في حالة لو الفعل منتظم اضفنا لي ed they talked walked played and visited طبعا في كرماد بنشوفها في الجملة سواء بقى في الكتابة او في الميز بنعرف جملتنا في الماضي البسيط زي last week yesterday last night last week end في حالة الافعال الغير منتظمة اللي هي irregular verbs لازم اكون انا اصلا حافظ على الاقل خمسين فعل من افعال غير منتظمة اقدر عبر بيهم في صيغة الماضي البسيط بنقرأ دلوقتي بعد الجمل اللي بتستخدم regular verbs يلا حمدان i saw a camille sergeant we went to dubai last weekend she ate pizza for dinner last night he drove last week weekend طبعا الفعل see see so go went eat it drive drove دي بعض افعال الغير منتظمة لزمن الماضي البسيط present simple زمن المضارع البسيط او present simple واللي بيستخدمه عند التحدث عن شيء بيحدث regularly بشكل منتظم like everyday او every week او every year كمان ممكن يستخدمه في حالة التعبير عن عادات او روتين او كمان عن facts عن حقائق like the sun shines everyday شمس تشرق كل يوم هذي fact حقيقة بتنقسم القاعدة الى شقين مع ضمائر الجمع وهي they we you معهم i بنضع الفعل بدون اي اضافات بيكون في التصريف الاول يعني ما بنحط is ولا is ولا is like i talk you walk we play they visit and so on انما لو كان الفاعل the subject is he او she او it او اي اس ممكن نشيل اسم he ونحط حمدان شيء ونحط بها ات ونحط كهات مثلا في هالحالة بضيف يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس متى اضع في الفعل اي اس واي اي اس بتأتي بعد ست مقاطع فقط لو انتهى الفعل باي واحد من الست مقاطع اللي هقولهم ففي هالحالة بنضيف اي اس بلاس اي اس انتهى الفعل بس اي اتش او اس اتش هدي كده عندنا مقطعين اللي هو عندي مقطعين تانين اللي هو الاو والاكس تقولوها بلاعبة او اكس والاس والزد سي اتش مسلا زي الفرب واتش لو انا قلت هي مثلا هي تبقى هي واتشز لازم احط اي اس او وووش لو انا قلت وووش في هالحالة بحط جمان اي اس وووشز لو انتهى الفرب باو لايك الفرب جو مسلا هيبقى جوز او دو هيكون ضز لو انتهى الفعل باكس لايك الفعل اكس اه فيكس هيكون فيكسز فور اكزامل اذا انتهى الفعل باس وليكن مسلا ناخد اس طبعا او دابل اس اه زي الفعل حس اللي هو هساسة الصعبان فهيكون حسز ولو انتهى الفعل بضابل زد او زد لايك فيزز هيكون فيزز قاعدة الاخيرة وهي قاعدة اضافة اي اس للفعل الفرب زد اي اس عندما ينتهي الفعل بواي بس بشرط ان يكون قبل اخير حرف ساكن او كونسلانت وليس حرف متحرك الحروف المتحركة هي المكونة لاسم دولة الامارات يو اي اي يعني كده تلاتة او اي او نخليها بالترتيب اي او يو اي اي او لو انتهى الفعل باي واحد من الحروف هذه ما ما ينفع لانا احذف الواي وحط اه اي اس لانا هيكون كده مسلا على سبيل المسال لو اللي بينتهي بالواي لو انا حذفت الواي وحطيت اي اي اس هيكون عندي تلات حروف متحركة وارا بعض وهذا لا يجوز في اللغة الانجليزية بنبقي على الواي زي ما هي ونحط اس فقط انما فعل زي الفعل كاري اللي بينتهي بواي وقبل اخير حرف ساكن هنا اقدر ان انا احذف الواي بهذا الشكل احط بدل الواي اي وبعدين اضيف اي اس يبقى كده احنا عرفنا اضافة ال اي اس والاي اي اس للفعل في زمن المدرع البسيط وطبعا باقي الافعال بنحط لها اس بشكل طبيعي زي مسلا توق توقز زي ما تفعلنا لو الواي قابليها حرف متحرك هنسيب بس اس يبقى لايك لايكز لو الفعل في اي بسيبه زي ما هو الاي وحط اس فعل زي جو اللي بينتهي باو بنحط اي اس زي ما قولت احنا بنستقدم زمن المدرع البسيط لنتكلم عن الحقائق فاكت لايك ايس ميلت انت صن الاثلجي بيزوه في الشمس وحطينا اس او فلاورز نيد صن لايت تجرو هنا الفعل طبعا بدون اس لان الفاعل جمع البعض بتلغبط يقول لي طب هنا جمع لي ما حطوناش اس بالفعل ما لعلاقة المفروض العلاقة عكسية اذا الفاعل في اس الفعل ما في اس اذا الفاعل اه الفاعل اه ما في اس نحط في الفعل اس يعني بالعكس طبعا لان المفرد بنحط الفعل اس والجمع ما بنحط في الفعل اس عندي بعض الامسلة اقرأ عبد الرحمن الجمل I talk I talk to my brother Every week You go to school Five days a week We visited My grandparents Every weekend They play football After school كمان كمان في شيء لازم تكون عارفينه ان في زمن المضارع البسيط في بعض الكلمات السابتة اللي لو شفتها طبعا هذا خاص بسؤال الميز لو انا شفت كلمة سواء هعرف ان زمن الجملة هو زمن المضارع البسيط عندي كلمات اللي هي اللي هي مع بعض يعني مية بالمية خمسة سابين بالمية او ثمانين بالمية ثمانين بالمية يعني خمسين بالمية يعني سفر بالمية يعني هو شوف ها المضوع المضوع بكون تقديري ولكن مش موضوع انه اتنين كل اتنين زي بعض نعم ممكن نقول مية بالمية اه مية بالمية ممكن نقول تمانين تسعين في البعض يقول تسعين في البعض يقول تمانين كلمة ممكن تمانين سبعين خمسين أربعين في المية ده بالنسبة للادفرب اسمها ولما شفها عارف ان جملة زم الجملة بيكون مضارع بسيط نعم يا حمدان بس الخلاصة انه يكون هادو الادفيرب يكونون اما بعد البرب تو بي او قبل البرب هي لها قاعدة في حالة لو احنا عندنا مضارع بسيط بيختلف من قاعدة قاعدة لو مضارع بسيط فاحنا بنحط الادفيرب بيكون بعد الفاعل مباشرة يعني يعني بحط فين موقعه تاني رقب اتنين في الجملة طب لو انا قلت جملة فيها اه الحالة دي بحط الادفيرب بعد اللي هو بحطهم وده طبعا بحط الادفيرب بعدهم طيب في بعض الاشياء التانية ممكن يقول لي مثلا once a week فالحالة بيكون في نهاية الجملة او في بداية الجملة كله هما صح طيب نقرأ يا يا احمد يا باسد الجملة التحت ممتاز طبعا هنا شوفنا الفاعل مفرد هي او شي او ات زي ما هو اننا ما يكون مفرد العكس بنحط اس في الفاعل طبعا ما ليس له علاقة بالمفرد والجمع لان ده فعلي مش اس نشوف بعد كده القادة التالية present continuous ال present continuous بيتحدث عن شيء بيحدث الان في نفس زمن التحدث we are studying english يعني من ايحنا بديدس حالا في نفس وقت التحدث طيب هلاخص قاعدة بشكل بسيط جدا بيرب توبي في المدارع هو المكون الاساسي اللي هو عبارة عن نمسح هنا الاول عن ام و از و ار زائد الفرب زائد اي ان جي ام بتاخد ضمير اي از بتاخد تلت ضمائر الصغيرة ضمائر المفرد هي وشي وات انما ار بتاخد تلت ضمائر الكبار او ضمائر الجمع ذاي وي عنديو وزاي ما بيعلمهم الاطفال الصغيرين ان هي وشي وات فريق الصغير وزاي وي ويو الفريق كبير احيانا اي بيروح مع او الاغلبية بيروح مع الفريق كبير نقول داي وي وي واي مسلا دو او داي وي وي واي مع الفريق الصغير زي اه حالتين فقط اللي هي مع اللي هي اي مع الام طبعا مما ان الماضي بتاع الام هو واس فبقوله كمان اي واس بس حالتين اللي الاي بيكون اولا بيكون اه مع الفريق الصغير مع واس بس واي مع ام في قاعدة في المدارع لان ام بياخد اي فقط طبعا حسب الفعل معنا بنحط سواء ام او از او ار زائد الفعل زائد اي ان جي بكل بساطة في بعض القواعد اللي هي لاضافة الان جي ازا كان قبل اخير حرفه متحرك فبنضع في الحرف الاخير ونحط اي ان جي مسلا على سبيل المسال من بعض القواعد البسيطة هبدا ننقرأ في الجمل مع اي يلا يا عاصم فور اه سبجكت اي. هنقول. ايام دين. ايام. 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 ممتاز طبعا شفنا اي لازم تاخد ام ونفعل زاد اي انجي. يلا يا اه جمال. ايام. انا استدع cadر. انا هي از. مع هية وش票 قده. هي سابجه. شهية. شىية استدع امس. تم انا اخر شي يطاها مع ر. وي ويو وذي بياخدوا عارف هنقول يا طاعة ونحن طاعة عنده مشكلة في المايك يلا يا مهر وي تمام جدا وزي ما قلنا زمن البراغراف بتاعنا ممكن يكون ماضي او مدارع او مستقبل في حالة الحديث عن فاحنا بنسادم زاد المصدر مع كل الدمائر بنسادم اللي هو والتصريف الاول طيب احنا كمان عندنا ممكن نستطيع في الحديث عن المستقبل بس للترتيبات المستقبلية يعني لما بقول فانا كده عند النية ومرتب انها هقوم بالشيء مثلا I am going to he is going to they are going to ناخد بعض الامثال يلا حمدان بسردام وال ممتاز عندي كلمات next وتبوره من اهم الكلمات اللي احنا بنسادمها في التعبير عن المستقبل يلا يا عبد الرحمن اقرأ لنا عن الفيوتشر بسردام going to using I am is and are with going to I am going to walk to school tomorrow morning he is going to visited Dubai next week they are going to going to go to school in one hour تمام كمان ممكن نقول in one hour in a day وهكذا للتعبير كمان عن المدة الزامنية في المستقبل ده ملخص اللي هو احنا قلنا يكون الفعل منتظم بخطوله او غير منتظم بحط الفعل زي ما نحفظه يحفظ الأفعال في الأفعال غير منتظمة في زمن الماضي البسيط مع هي وش هي وقت بنحط في الفعل مع زي وي وي و اي بنحط الفعل بدون زائد الفعل زائد والتصريف الأول او والتصريف الأول الفعل بكده احنا عرفنا القواعد اللي احنا ممكن نستخدمها سواء في سؤال الميز او في الكتابة دلوقتي ننتقل الى التدريب على الكتابة وهنبدأ باول تدريب التدريب لجريد سيبن ولكن نشرحناه يصلح لكل اه بنسبة القواعد يصلح لأغلب الصفوف بداية من صف خامس وما فوق ولكن خلونا نتكلم بقتي على تدريب من تدريبات يونيت سيبن اللي كان بيكلم على السؤال الاول هيجيني على هيئة آآ رأي ابداء رأي عن موضوع معين بجاوب في حدود الجملتين او تلاتة احنا طبعا نرسنا عن آآ عن في الواحدة السبعة تكلمنا على العناصر الاساسية في لما يقول لي ابداء الرأي فانا بتكلم باستخدام from I think or in my opinion طيب مين يبدأ يقولي رأيه عن eating a balanced diet هدي يعطينا رأي eating a balanced diet أيها في البداية هول بيه هول ايه او in my opinion in my opinion او i think the balanced diet helps people to be athletes people and be healthy او i think in my opinion eating a balanced diet is useful to stay healthy and be i think the balanced diet eat healthy food example protein we should eat all the food groups proteins proteins a small amount of sugar and carbohydrates 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 like carbohydrates like what else vitamins vitamins from fruit and vegetables vegetables fruit and and vitamins vitamins and vitamins and vitamins مين يقدر نقص لنا معلومة جديدة? نحاول كلنا نشارك. نعم يا حمدان. عايزين نرتب افكارنا بحيس ان احنا نقول يعني كلام مرتب ناخد عليه علامة كاملة بازن ده. فنفكر الاول قبل بنكتب هو او طيب تعالنا نشوف كده الاجابة المنصقة اللي احنا نقدر نستطدمها. زي ما قلنا ان احنا هنقول ياما اي سينك ياما اي اوبينون. اللي انا واخدها من العنوان لانه بيصلح الصحة او يعني يكون شيء مفيد الصحة and well-being. ان احنا نكون بصحة جيدة او ممكن to be fit او to be in healthy in healthy mood. we should try to eat all food groups. بعدين هنصح ان انا لازم اكل كل المجموعات الخاصة بالطعام. like vitamins carbohydrates routine fat and minerals. ممكن نقول and so little sugar. يعني مفروض ان احنا ايه? القليل جدا من السواء. ده كان بالنسبة للسؤال الاول. السؤال التاني. نرجع للملف اللي هو ما فيهوش اجابات افضل عشان نفكر. plan your healthy balanced diet. اه and lifestyle. هنا مش بس قال لي balanced diet قال لي كمان lifestyle. يعني المفروض ان احنا نتكلم على. اه على اه كل الاشياء الخاصة بالlifestyle. بيجاري من balanced diet عندنا اشياء اخرى. مين اللي هو مضبوط. Flute. اه. فيزي دريك. اه. اه. فيزي درينك. انا انا اه. طبعا eating all food groups. اول واحدة اللي لازم نتكلم عنه. بعدين درينكي. اه. ايه كمان? sleeping. النوم. اه. اه. اوكي. احنا نتكلم على الاربع اشياء اللي هي eating balanced diet تاني شيء sleeping drinking water وكمان doing some exercise. play sports. اللي هي الاكسرصيز. تماما. تماما اللي هي playing sports. طيب كيف نعمل مخطط الاول نبدأ بالمخطط. المخطط احنا ممكن نساوي دواري في النص ونقول العنوان اللي هو عايزه. healthy balance diet and lifestyle. طيب خلينا آآ نوقف لمدة آآ خمس دقايق. هنوقف لمدة خمس دقايق. وعايز كل حد بسرعة كده اعمل لي مخطط سريع اللي احنا قلناه. يعله سريع. نستكمل شرحنا عشان نعمل المخطط فاحنا لازم ممكن نعمل مخطط بتاعنا على هيئة آآ ان احنا نقصمه على هيئة مثلا دوائر او مستطيلات. يعني آآ بمعنى ان انا ممكن اعمل كده في النص المفروض يكون هنا. وطلع منه اربع اشياء اربع افرع. balanced diet, exercising, drinking, and sleeping. بنقسم البراغراف بتاعنا الى طبعا الى تلات اشياء رئيسية. الانترو دا رقم واحد. ممكن احنا نعمل المخطط بتاعنا بهذا الشكل. الانترو داكشن واكتب فيه كم من معلومة. والطبك. الطبك اللي انا هكتب فيه كل شيء عن الموضوع بتاعي. ده تاني شيء. ممكن كمان اقسمه كده اكتب تحديد كم من معلومة. يبقى انا اقدر اقسم آآ اقدر ان انا اقسم الموضوع بتاعي الى تلات اجزاء رئيسية. بهذا الشكل اللي احنا اتفقنا عليه. ممكن اكتب وقت التحديد كم معلومة او او اعمله بالشكل اللي انا عملت الوقتي. وابدأ اتكلم عن نقطة نقطة في نقاط محددة اللي انا بعدين هستخدمها في ان انا اكتب جمل او اكتب عن كل واحد من الموضوعات الاربعة. نبدأ كده بالقراءة يلا يا جمال. ممكن نكتب ايه تاعت البالانس دايت? ايتينج. ايتينج براكفست. اقرأ يا جمال من اللي قدامك ، ام تعمل الاتوي انا من الشاشة看到 البالانس دم م klz ، نعم الما أنت ام تعمل ام تعمل bulunائية ام تعمل وظهر فاطمة ان تعمل do not eat sugary food تمام out of junk food avoid junk food بالنسبة للbalanced diet لو انا هكلم عنه وفيه paragraph حمس كل معلمات دي وابدأ أستطيع فيها بالشرح يعني هقول you should eat balanced diet and you should also eat all the food groups اللي انا كنت تهفؤ هابدأ أقول بقى ان انت لازم you should eat like vitamins which I take from vegetables and fruit you should eat plenty of carbohydrates because it's a source of energy from bread pasta and rice you should also eat protein because it helps you to grow like you can find protein in meat fish and chicken also you need fat to keep you warm and minerals are also very important because it helps the blood move like when you use iron because if the body use iron to move blood around the body and what else احنا خدنا الـ iron وخدنا الـ proteins help you to grow بعدين you will calcium to support your bones and and teeth if you talk about exercising or doing exercise try to do exercise regular walk at last 30 minutes daily ممكن نحوض المعلومات ونزود عليها ثاني ممكن نقول you should play one of the sports regularly like football basketball you should مثلا walk walk everyday there are many exercising you can do like flexibility walk every day walk every day نعم انا زمحت حقنا تيتشار اي شي عن healthy balance diet قول انه keeps our body healthy healthy ما هو احنا دلوقتي نتكلم عن healthy balanced diet and lifestyle يعني النظام الغذاء الصحي والحياة الصحية بشكل عام فاحنا دلوقتي هنتكلم على الجزء الثالث اللي هو drinking ممكن نضيف drinking وسيبين في براغراف واحد drinking هنقول we should drink about 8-6 glasses of water everyday also it's important to avoid physical drinks and support drinks because it has too much sugar ممكن نقول كمان try to take care about the signs of dehydration try to keep hydrated by drinking water perhaps sleep you should sleep about from 8-10 hours daily because it helps to maintain your brain especially if you have exam you should sleep early after after you have to have to healthy balanced diet and life style to stay healthy you should eat balanced diet and do some exercise and also you have to take care about drinking water and sleeping and you should put in 70 words on the world we can say we can حال امتحان الكتاب